انا دكتور عمر عبدالعظيم استشاري امراض صدرية في مستشفى ديني نحب نتكلم دلوقتي عن الامصال والتطعيمات اللي المفروض تتاخذ للناس قبل بتصاب وعشان تمنحها من الاصابة بامراض الانفلونزا وخاصة ان موسم العمرة وموسم الحج داخلين فاحنا طبعا عادة بنحب ندي مصل الانفلونزا لكل الناس اللي بتسافر للسعودية سواء عمرة او حج ولكبار السن وخاصة اللي بيعانوا من نقص في المناعة وده يشمل كبار السن اللي عندهم سكر وكبار السن اللي بياخدوا ادوية مصبتة للمناعة منها الكورتزون وكذلك الناس اللي عاملين زراعة كبد وعملين زراعة كلا احنا بندي امصال الانفلونزا مصال الانفلونزا المفروض انه بتاخد سنويا بتبقى حوانا تحت الجلد المفروض ان العيان بيواظب عليها لانها هتحميه من ادوار برد كتير بمعنى انه مش مش هيجيله ادوار انفلونزا لا ممكن يجي الدور بس يجي دور خفيف وما يكونش يسبب له بعد كده متاعب زي الالتهاب الرقوي اللي بعد ادوار الانفلونزا برضو كبار السن بننصح انهم يطعاموا من حونة ضد الالتهاب الرقوي البكتيري الامصال دي بتساعد وبتحسن كفاءة المريض وبتحسن او بتمنع اصابته بامراض كتير جدا في المستقبل ودي بتبقى حاجة من الحاجات اللي المفروض المرضى يواظبوا عليهم وخاصة انكبار السن ومرضى النقص المناعة الحاجات دي من الحاجات الكويسة جدا اللي المفروض كل الناس تواظب عليها شكرا اشتركوا في القناة